بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاملو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لما في السماوات ولا في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصفون عن سبيل الله ويبهونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيمن الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكره بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذ قال موسى لقومه نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب ويذبقون أبناءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكفتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حفيد ألم يأتقوا النبأ الذين من قبلكم قوم موح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم من بينات فردوا أيديهم في أكواه وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتوا به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إذا أدل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصفونا عما كان يعبد آباؤنا فأكونا بسرطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يبون على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج لنقم من أرضنا أو لتعود لنفي ملتنا فأوحى إليه ربهم لنغلك لنظالمين وليسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسطان من مائر صديد صديد يتجره ولا يتجره ولا يتجره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب رليل رليل مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرمال اشتدت بإنريح في يوم عاصف لا يغدرون مما تسبوا على شايد ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ لهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكملوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو هدانا الله لا هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجلتم لي فلا تلوغوني ولو أنفسكم ما أنا بمسرخ وما أنتم بمسرخ ما أنا بمسرخ وما أنتم بمسرخ إن كفرت بما أشرف مول من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تديرين تحتها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مسلا كلمة طيبة كشدرة طيبة أصرها ثابت وفروا في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويقرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لذي تستثن فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذن الله الغادمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارا بوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيرهم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناكم سرا وعلا ليتهم من قبل أن يأتي يوم لا بيوفي ولا خلاب الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وإن تعبوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لغلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب بعل هذا البلد آمنا ودنبني وبني أن نعبد الأصلاب رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا 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 إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فادع الأفئدة من الناس ذهن إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة عن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر اليوم تشخص فيه الأبصار مضعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم فرخون وأفئدتهم هواء وأنزل الناس يوم يأتيهم العدام فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكون أقسمتم من قبل مالة من زواب وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد متهم مترا وعند الله مكر وإن كان مكر لتزول منه الجباب فلا تحسب أن الله مخلف وعبه رسله إن الله عزيز موز انتقام يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصلاد سرابينهم من قطران وتغشاهم بوههم النار ليجزي الضار كل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب هذا بلاغ للناس وليزقوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكره الأب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر